الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2 نطاق أداء حساس موضع عمود الكامات ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2 على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتمادا على الصنع أطرازو يعني رمز P0341 هذا بشكل أساسي أن وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة PCM اكتشفت مشكلة في إشارة عمود الحدبات يرسل مستشعر موضع عمود الحدبات CPS إشارة محددة إلى PCM Lamp Top Dead Center عند شوط الانضغاط بالإضافة إلى إشارات تشير إلى موضع مستشعر الكامة يتم تحقيق ذلك من خلال عجلة مترددة متصلة بعمود الحدبات الذي يمر بواسطة مستشعر الكامة في أي وقت تكون فيه الإشارة إلى PCM غير متصقة مع ما يجب أن تكون عليه الإشارة يتم تعيين هذا الرمز ملاحظة يمكن أيضا تعيين هذا الرمز من خلال فترات التحريك الممتدة الأعراض من المرجح أن تعمل السيارة مع مجموعة التعليمات البرمجية هذه لأنها غالبا ما تكون متقطعة وإيضا لأن PCM يمكنه غالبا تشغيل السيارة في وضع لمب أن لمب هوم حتى مع وجود مشكلة في إشارة مستشعر الكاميرا قد لا تكون هناك أعراض ملحوظة بخلاف ضعف استهلاك الوقود في حالة تشغيل المحرك حالة عدم بدء محتملة السبب قد يعني الرمز P0341 حدوث واحد أو أكثر من الأمور التالية تم توجيه أسلاك مستشعر الكام إلى مسافة قريبة جيدا من توصيل سلك الإشعال تسبب التداخل اتصال أسلاك ضعيف في مستشعر الكامي اتصال ضعيف في الأسلاك في PCM مستشعر الكاميرات السيئة عجلة المحول التالفة الحلول الممكنة ملاحظة في بعض الحالات يتم إنشاء رمز المحرك هذا على المركبات التي لا تحتوي على مستشعر موضع عمود الحدبات في هذه الحالات يعني هذا بشكل أساسي أن المحرك يعاني من سوء أداء بسبب وجود شماعات الإشعال الخاطئة وأسلاك شماعات الإشعال وغالبا اللفات غالبا ما يؤدي تثبيت المستشعر إلى إصلاح هذا الرمز ولكن ليس بالضرورة لذلك من المهم التحقق مما يلي تحقق من أن الأسلاك غير موجه بالقرب من أي مكونات اشتعال ثانوية الملف وأسلاك شمعة الإشعال وما إلى ذلك افحص الأسلاك الموجودة في المستشعر بصريا ابحثا عن أي علامات احتراق أو تغير اللون يدل على الذوبان أو الغضب قم بفحص مستشعر الكام بصريا ابحثا عن اتلاف افحص بصريا عجلة المانع من خلال منفذ مستشعر الكام إن أمكن ابحثا عن أي أسنان مفقودة أو أي ضرر إذا لم يكن المحول مرئيا من خارج المحرك فلا يمكن إجراء الاختبار المرئي إلا عن طريق إزالة عمود الكامات أو مشعب السحب اعتمادا على تصميم المحرك إذا كانت جميع عمليات الفحص جيدة فاستبدل المستشعر رموز مشاكل عمود الحدبات ذات الصلة P0340 وP0342 وP0343 وP0345 وP0347 وP0348 وP0349 وP0365 وP0366 وP0367 وP03368 وP0369 وP0390 وP0391 وP0399 P03992 وP03393 وP03394